موسيقى السلام عليكم متابعين ومشتركين قناة السكلة الافريقية على اليوتيوب وصفحة محبين اسماك السكلة الافريقية على الفيسبوك ورحمة الله وبركاته اليوم الحلقة ان شاء الله سوف نتكلم فيها لماذا نحب ونعشق اسماك السكلة الافريقية عن بقية الاسماك الاخرى مثل ما تعرفون ان الاسماك النهرية هناك فصائل وانواع كثيرة من هذه الاسماك لماذا بالتحديد نحن نعشق هذه السمكة قبل كل شيء يجب علينا ان نعرف ان هناك شروط وضوابط عندما نريد ان نقارن شيء بشيء اخر فعندما نريد ان نقارن اسماك السكلة الافريقي مع بقية الاسماك الاخرى يجب ان نعتمد عدة ضوابط وعدة شروط حتى نرى في الاخير من هي الكفة التي ترجح هذه الشروط والضوابط اولا الحجم ثانيا اللون ثالثا طريقة السباحة رابعا تحمل السمكة نجي الان على الشرط الاول للحجم مثل ما تعرفون ان اسماك السكلة الافريقي ما شاء الله ان احجامها متوسطة الحجم وكذلك كبيرة الحجم يعني مثلا متوسطة الحجم مثل اسماك الانبونة كبيرة الحجم مثل اسماك الفرنتوزا والهابس فهذه الاسماك ان احجامها معقولة داخل الحوض بحيث ان عندما تريد ان تشاهد الحوض مثلا تجلس تجيب لك كرسي وتجلس امام حوضك راح تتمتع مشاهدة هذه الاسماك ليش لان ان احجامها معقولة داخل الحوض نجي نقارن مثلا مع الاسماك الولودة مثلا القوبيز والمولي كل انواع الاسماك الولودة وكذلك اسماك التترة اسماك التترة والاسماك الولودة عندما تريد ان تجلس امام الحوض لو فرضنا انه يعني مسافة فد متر او مترين راح ما تستمتع بالوان هذه الاسماك وطريقة حركتها داخل الحوض بسبب صغر حجمها فانه احجام السكلت الافريقي احجام متوسطة جميلة مو احجام كبيرة مثلا الاوسكار لازم انه انو نوفر لحوض اكبر هاي الاسماك انه احجامها معقولة واحجامها متوسطة فانه هاي الطريقة خلتنا انه نحب هاي السمكة لان احجامها متوسطة مثل ما شوفون يعني احجامها سل التروفيوس يعني تقريبا على الاصبع فهذا الحجم انه مناسب وجميل ونتمتع بالنظر بداخل الحوض ثانيا الالوان مثل ما تعرفون انه اسماك السكلت الافريقي تحمل كل الالوان بدون اي لون نقص بهذه الاسماك فانشاهد اللون الازرق الاحمر الاصفر الابيض كل الالوان بدون استثناء كذلك انه هذه الاسماك بيها ميزة انه بين فترة واخرى الوانها تبرز بكثرة داخل الحوض مثل ما تلاحظون انه هستشوفون انتم اسماك التروفيوس الان امامكم بعد ان قمت بتغيير الدورة لمياه الحوض اليوم نلاحظ انه الاسماك كيف انتعشت وكيف بدأ يظهر اللون الذهبي الموجود على اسماك التروفيوس الان امامكم داخل الحوض فانه كل الالوان راح تلقاها بهاي السمكة بس ما راح تلقى كل الالوان بقية الاسماك الاخرى يعني لازم طول الحجم حجم السمكة واللون فانه هذني النقطين انه وجدناها بهاي الاسماك لذلك حبيناها نجي للطريقة الثالثة الضابط والشرط الثالث هي طريقة السباحة مستحيل راح تشاهد سمكة نهرية بحركة مستمرة الى الاعلى الى الاسفل في جوانب الحوض بصورة مستمرة غير اسماك السكلت الافريقي ما عدا اعتقد انه الاسماك الولودة في حالة في حالة سباحة مستمرة ولكن الاسماك الولودة كما قلنا لكم انه احجامها صغيرة فانه ما نتمتع بالنظر فيها بس اسماك السكلت الافريقي انه دائما بحالة حركة ويعني تحس انه اسماك اكتف انه عدها طاقة تتحرك بارجاء الحوض وتسبح فيه ارجاء الحوض وتتحرك فانه من تجلس امامها تستمتع بحركة الاسماك داخل الحوض مثل ما نشوفون امامكم احنا جاي نستمتع الان بالكاميرا جاي نشوف الاسماك كيف تتحرك اما من تجي البقية الاسماك النهرية مثلا اسماك الديسكاس اسماك الديسكاس حركتها بطيئة جدا داخل الحوض نجي كذلك على اسماك الاوسكار سمكة الاوسكار خصوصا الكبيرة بالحجم تتحرك بمساحات صغيرة جدا فهذا الشرط وهذا الضابط خلانا انه نحشق هذه الاسماك بسبب حركتها داخل الحوض نجي للضابط والشرط الاخير هي قوة تحمل هذه السمكة انا برأيي باعتبار انه مربي اسماك سيكلت افريقي وربيت تقريبا اغلب انواع الاسماك ما عدا الديسكاس تقريبا كل الانواع الاسماك النهرية ربيتها ما عدا الديسكاس شفت انه اكثر سمكة تتحمل الامراض هي السيكلت الافريقي فراح الان الكثير يستغرب من هذا الكلام يقول انه بس انا جاي اجيبها عندي وتموت في فترة قصيرة او انه بسبب الشراسة جاي افقد الاسماك صدقني اخي اذا اتبعت الشروط المناسبة اللي تحتاجها هاي السمكة ما راح تخسر عندك ولا سمكة بعيث انه الاخوان يذرون عندي اسماك صار لها اربع سنوات وثلاث سنوات عندي بالاحواض بنفس الحوض مالتها صار لها اربع سنوات شلون انه احافظ انا على هاي السمكة فترة وسنين طويلة صدقني اهم شيء اهم شيء باسماك السيكلت الافريقي تهتم بنظافة الحوض هسا مثل ما شاهدون امامكم هذا الحوض هسا احاول انه اخذلكم جولة على ارضية الحوض فقط شوف ارضية الحوض مستحيل راح تلقى بيها اي اوساخ او ذرات اكل واقعة ليش اولا انه اهتم بنظافة مياه الحوض بين فترة وفترة ثلاثة من انطي اكل الاسماك اطيها بكميات قليلة وبكميات معقولة ودائما نخلي الاسماك بحالة تجويع لان انه دائما الاسماك اذا كانت اذاكر هنا بمعلومة رقم خمسة الاسماك اذا كانت بحالة دائما تجوع الاسماك تكون بحالة صحية اكثر من الاسماك اللي تشبع بالاكل لربما صرعتها تخمة وتحدث مشاكل معاوية لها فاذا تبعت الشروط اللي ذاكرينها لكم موجودة عندنا كل الحلقات الخاصة بتربية هذه الاسماك اذا تتبع كيفية الاهتمام بالتغذية كيفية اهتمام بنظافة الحوض كيفية اهتمام بالسمكة نفسها صدقني هاي السمكة راح تقعد اياك بحوضك سنين طويلة فالان عرفنا انه لماذا نعشق هذه الاسماك مثل ما قلنا لكم انه بسبب حجمها المتوسط الجميل وكذلك بسبب الوانها البراقة المتعددة والجميلة فيمكنك في حوض واحد تجمع كل الالوان اللي انت تحبها بحوض واحد هي هاي اسماك السيكلة الافريقي كذلك طريقة سباحتها دائما بحالة حركة وحالة اكتف داخل الحوض كذلك انه مثل ما قلنا انه الضبط والشرط الاخير هي اسماك قوية وتتحمل للامراض ذاه تميت بيها بنسبة 50% شكرا لكم على حسن المتابعة ونراكم ان شاء الله في حلقة اخرى